اخيرا نقدر اقول لكم ان خاصية البحث المباشر او اللايف سرش بقت متاحة بشكل رسمي جوه الشات جي بي تي دلوقتي لو فتحت الشات جي بي تي هتلاقي علامة السرش او البحث على الانترنت جوه الشات بار لو دوست عليها هتبقى انت كده في السرش مود او وضعية البحث وضعية البحث دي بتمكن الشات جي بي تي من الوصول لمصادر مباشرة وحديثة على الانترنت اي نعم الشات جي بي تي كان عنده القدرة على التواصل مع الانترنت قبل كده لكما كانش عنده القدرة على التواصل مع مصادر حديثة ومباشرة او لايف زي دلوقتي الخاصية الجديدة دي هتفتح افاق جديدة جدا امام الزكاة اللي صناعي بشكل عام والشات جي بي تي بشكل خاص تعالوا كده نجرب ونشوف الامكانية الجديدة ما بعد هتعملين دلوقتي انا هروح على الشات جي بي توت كوم وهلاحظ هنا ان تم تزويد علامة السيرش دي او البحث عن انترنت لو ضغطت عليها كده هدخل في وضع البحث عن انترنت او السيرش مود وعلشان السيرش مود يشتغل لازم اكون شغال بالموديل اللي اسمه تشات جي بي تي فور او نلاحظ ان انا لو غيرت الموديل للتشات جي بي تي فور او السيرش مش هيبقى موجود او ال او وان بري فيو برضو السيرش مش هيبقى موجود او ال او وان ميني السيرش مش هيبقى موجود لازم اشغال على تشات جي بي تي فور او كده السيرش مود هيبقى موجود فمثلا انا هنا هكتب له ايه كانت نتيجة ماتش الاهلي والزمالك الاخير وادوس على سند هو هنا هيعمل عملية بحث على الانترنت وفي ثانية واحدة هيقول لي اخر مباراة بالاهلي والزمالك كانت نهائي كأس سوبر مصري يوم 24 اكتوبر 20-24 انتهت المباراة بالتعادل السلبي في الوقت الاصلي والاضافي ثم فاز الاهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 قبل ذلك تواجه الفريقان في نهائي كأس السوبر الافريقي 27 سبتمبر انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ثم فاز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 وفي نهائي كأس مصري يوم 8 مارس فاز الاهلي على الزمالك بنتيجة 2-0 لتواجه بالبطولة وبعد الاجابة دي كمان جاب لي فيديو من اليوتيوب علشان اتفرج عليه في اهداف المباراة تحت تعلمين هنا هلاقي زرار اسمه المصادر لو دست عليه هيجب لي الويب سايت او المراجع اللي هو اراها علشان يقدر يطلع لي بالنتيجة دي فكده انا بقى عندي مساعد زكي بيدخل هو على الانترنت ويدور في المواقع ويقرالي وفي الاخر يجب لي الاجابة او الحاجة اللي انا بدور عليها علشان نحس بقيمة البحث الزكي على الانترنت ممكن نفتح صفحة جديدة ونكتب google.com وهروح اعمل copy وبيست لنفس السؤال ده لمحرك البحث بتاع جوجل وهدوس enter ايه بقى الفرق؟ الفرق هنا انه هو اداني شوية لينكات كده ومفيش حاجة واضحة ومعينة انا ممكن استفيد بيها غير مجموعة من لينكات المواقع علشان اخش انا واعرف الموضوع ايه لازم اضغط بقى على موقع موقع واعد انا اقرى واشوف الدنيا فيها ايه واتفرج بقى الاعلانات وحاول الغيها ودور كده في وسط الهيصة دي كلها على المعلومة اللي انا عايزها انما لما ارجع هنا الموضوع واضح وسهل وسالس وموثق بالمصادر فطبعا الفرق كبير وواضح تعالوا كده ونجرب ونسأل سؤال تاني فانا هنا هقفل المصادر دي وهقول له ايه اخر الاخبار عن اطلاق كمبيوتر ماك الجديد وايه الانواع المختلفة اللي طرحوها ودوس على سند برضو هو هيكتب هنا سيرش ان دو ويب ويبتدي يدور وغلاص في ثواني عناها شركة ابل مؤخرة عن اطلاق مجموعة جديدة من حواسيب الماج تشمل تحديثات لاجهزة ماكبوك برو واي ماك مع تقديم شريحة ام فور الجديدة التي يوفر اداء محسنة وكفاءة اعلى باكال انواع المطروحة مثلا ماكبوك برو والاي ماك واقعب بقي ايه يكلمني على التفاصيل لو بصيت هنا في وسط الاجابة حلاقي المواقع اللي هو جايبها وطبعا عشان انا بتكلم بالعربي هو بيعتمد على المواقع العربية يعني مثلا هنا بيبدأ سعره من 6899 درهم اماراتي لو دست هنا على ايفون اسلام هيوديني على الموقع اللي هو ارى منه هذا الكلام طيب لو انا بقى كتبت نفس الكلام بالانجليزي بصراحة ممكن احصل على ندائك ادق ليه لانه هيدور في المواقع المكتوب بالانجليزي يعني انا سألتوا بالانجليزي او ايه هي كمبيوترات الماك اللي ابل طرحتها في الاسابيع اللي فاتت فهنا بدأ يقولي الماكبوك برو وبدأ يديني المواصفات بتاعت الماكبوك برو وبعد كده الاي ماك وبرده بنفس مواصفاته وبعد كده الماك ميني ومواصفاته ولو دست هنا على السورسز او المصادر حيديني لستة طويلة عريضة بكل المواقع اللي هو اراها علشان يديني الاجابة المرخصة الشافية دي وطبعا لو جينا بصينا برضو حنلاقي ان هو معتمد على موقع ابل الرسمي كمصدر معلومات رئيسي وكمان مستخدم موقع اسمه The Verge وده موقع مشهور بالنسبة لأخبار التقنية وكده طبعا لو انت بقى عايز تعرف تفاصيل اكتر ممكن تخش على اي موقع من الموقع اللي هو مدهالك دي وتقعد تقرب نفسك ايه الموضوع بس هو بيختصر عليك وبيديك الاجابة المفصلة طيب تعالوا نقفل المصادر ونرجع نكلمه بالعربي ونسأله سؤال خبيث كده ونقول له تعرف ايه عن قناة سمارتك بالعربي وندوس على سند فبرده بيعمل سيرش الويب وبيقول قناة سمارتك بالعربي هي منصة متخصصة في تقديم محتوى تعليمي حول تقنيات المنزل الزكي باللغة العربية تأسست القناة في 8 فبراير 2021 صحيح وتهدف الى توعية الجمهور العربي باحدث التقنيات والابتكارات في مجال المنازل الزكية ابرز ما تقدم القناة مراجعة لمنتجات دروس تعليمية استشارات شخصية بالاضافة الى ذلك اطلقت القناة بودكاست بعنوان سمارتك بالعربي خبراء تحدثون حيث تستضيف خبراء في مجال التكنولوجيا لمناقشة احدث التطورات وتطبيقات في مجال المنازل الزكية والزكاء الاصطناعي هيل والله لو جينا بصينا على المصادر هلاقي ان هو معتمد على الفيسبوك والابل بودكاست وكمان عامل ذكر لي الموقع الرسمي اللي هو smarttecharabic.com ولو فتحناه هنلاقي ان اللينك سليمة وبتودي على الويب سايت بتاعنا فعلا هيل طيب نرجع تاني ونسأله ايه اشهر فيديو على قناة سمارتك بالعربي وتعالوا كده ندوس سند ونشوف هيقول ايه فبيقول هنا قناة سمارتك بالعربي تقدم مجموعة متنوع من الفيديوهات حول تكنولية منازل الزكي لتتعرف على اشهر فيديو يمكنك زيارة قسم الفيديوهات على موقعهم الرسمي او متابعة احدث الحلقات عبر قائمة تشغيل خاصة بالبودكاست مش عارف ليه هو مش لاقت اسم القناة بالعربي طب لو قلتله بالانجليزي كده سمارت تيك ارابيك شوف كده هي لقطها ولا مش هلقطها هنا دخل اليوتيوب في حساباته او في المصادر بتاعته هي انا عايز بس اشوف هل هيقدر يدور على الفيديوهات ولا لا فهقول له ايه اشهر فيديو على القناة برضو مش قادر يدور قوي خلاص مفيش مشكلة برضو البحث ليه حدود بس بشكل عام اتفرج على جودة الاجابات اللي انت بتاخدها والمعلومات اللي انت بتاخدها في جزء من الثانية بسهولة والتوفير الوقت والمجهود بدل ما تقعد انت تتمقق عنها في كل لستة المواقع اللي علمين دي تعالوا كالعادة نقفل المصادر ونخش نسأله على حاجة تانية ايه حالة التقس في القاهرة دلوقتي ولك حاليا في القاهرة مصر التقس غائم جزئيا مع درجة حرارة تبلغ حوالي 24 تتوقع حيات الارصاد الجوية استمرار فرص هطول امطار متفوتة الشدة على بعض المناطق قد تكون راضية حاليا توقعات التقس وقام مديلك توقعات التقس نبص هنا على المصادر جايب المعلومات بتاعته من اليوم السابع المصر اليوم ميتو بلو اكيو ويذر يعني بيبص في مصادر متعددة وبرضو كالعادة بيديك الاجابة الشافية بدون مجهود تعالوا نسأله سؤال تاني هل فيه تحذيرات من الجو السيء في جده النهاردة؟ بيعمل سرش الويب نعم أصدر المركز الوطني للأرصاد فرملاك العربية السعودية تحذير بشأن حاليا التقس في جده اليوم الأحد 3 نوفمبر يعني الكلام دلوقتي بقى أبديتد أو بقى حديث تماما هو عنده القدرة انه هو يدخل على الانترنت ويجيب أحدث معلومة عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه مش زي قبل كده كان بيعتمد على المعلومات اللي هو متضرب عليها واللي كانت ممكن بتبقى لسنة فاتت تعالوا نبص كده على المصادر اللي هو معتمد عليها توقعات تقس اليوم جايبها من ناشنال سنتر فور ميديكال انفورميشن الميتو بلو تقس العرب المركز الوطني للأرصاد وبرضو أكيو ويذر ماشي كويس تعالوا بقى لو جيت سألته على حاجة لها بالموقع الجغرافي يعني مثلا لو قلت له فين أقرب محطة بنزين لموقعه الحالي شوف هيقول ايه هو هنا ما جاب ليش اللي أنا كنت مستنيع ساعات ممكن يفتح لك جوجل مابس وهو يدور ويطلع لك موقعك الخريطة بس يقول لك لتحديد أقرب محطة بنزين لموقعك حالي في لستر انجلترا يمكن استخدام تطبيق الخرائط زي جوجل مابس أو أبل مابس يعني دي إجابة للأسف جينيريك شوية أو نمطية شوية بس أعتقد الموضوع بيبقى ليه علاقة باللغة اللي انت بتتكلم معا بيها ساعات لو اتكلمت معا بي الإنجليزي بيفتح لك المابس ويحدد لك المواقع أو الحاجة اللي انت طالبها طيب علشان نتأكد أنه هو برضو بيجيب أحدث معلومات تعالوا كان نسأله سؤال تاني ونقوله سعر سهم شركة تيسلا النهاردة كام؟ احنا بنسأل على النهاردة قالك في آخر جلسة تداول اغلق سهم شركة تيسلا 248 دولار امريكي من خفات قدره كذا وتتروح سعر السهم مش عارف ايه كحد ادنى دولار حد اقصى تبلغ خبه السوقية للشركة حوالي كذا دولار يرجى ملاحظة أن الأسواق المالية مغلقة حاليا حيث أن اليوم الاحد 3 نوفمبر 2024 ستستأنى في تداولات يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 كده احنا متأكدين تماما أنه هو بيدخل على الانترنت ويجيب أحدث حاجة لايف طب لو انا مثلا عايز اشتري حاجة أو عايز اعمل شوبنج الحاجة معينة ممكن مثلا اسأله وقوله ايه اسعار موبايلات سامسونج جديدة في مصر تعالوا كان نشوف هيقول ايه تقدم سامسونج مجموعة متنوعة من الهواتف الزكية تتروح بين الفئة الاقتصادية ومتوسطة والرائدة فيما يلي بعض احدث الموديلات المتوفرة شايف بيستعرض الموضوع ازاي سامسونج جالكسي ايه 15 الزاكرة كذا السعر حوالي 6250 جنيه مصري سامسونج جالكسي كذا سامسونج جالكسي يرجى ملاحظة ان هذه الاسعار تقريبية وقد تختلف بناءا على المتجر او العروض المتاحة المصادر هي زي ما احنا شايفين علمين كده من موقع سامسونج نفسه يعني هو مش بيهرج او بيقول اي كلام او بيفتر هو بيدخل على المواقع نفسها ويجيب لك احدث المعلومات زي ما شفنا اعتقد الخاصية دي بتشكل تحديد كبير لعرش جوجل اللي هي ملكة البحث على الانترنت لان فيه فرق كبير جدا ما بين ان انت تدخل وتسأل الزكاء الاصطناعي عن اللي انت عايزه بالزبط وهو يروح يدور لك على المعلومات انت عايزها في كذا موقع ويجيب لك الاجابة متلخصة ومترتبة بطريقة منمقة وان محرك البحث يديك شوية لينكات او روابط لمواقع وانت بقى تعيش معاها وتدور على اللي انت عايزه بالزبط انا شخصيا اعتقد من هنا ورايح هاعتمد على الزكاء الاصطناعي ان هو يدور لي ويجيب لي المعلومات اللي انا عايزها بدقة خصوصا ان انا اقدر اراجع المعلومات اللي هاي اللي هالي دي من خلال المصادر على فكرة الشات جي بي تي مش هو الوحيد او مش هو الزكاء الاصطناعي الوحيد اللي بيقدر يعمل عملية البحث على الانترنت في محرك بحث تاني بيشتغل به الزكاء الاصطناعي اسمه بيربليكستي وده ممكن تستخدمه بشكل مجاني وكننا اتكلمنا عليه قبل كده في الحلقة دي اشتركوا في القناة